بسم الله الرحمن الرحيم السادة المستشارون الأجلاء عضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحضور الكريم أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال ونؤكد على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن وتأسيساً على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وقد جلت تطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وصرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية السيدات والسادة إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفلت دستور لها استقلال السلطة القضائية واجعل هذا الاستقلال حائلاً دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقاً لقواعد الإنصاف والحماية للمتقادين ولا شك أن تحسين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية الحضور الكريم إن مراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانة الدولة وحمة المجتمع وأدانة الخارجين على القانون وأطلقت صراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فليكن مسلككم قدوة لغيركم وأداؤكم كاشفاً عن قدرتكم وحقبكم فارق بين الحق والظلم واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا فالمرحلة الراهنة تقتدي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونا ووطننا محفوظا لتحيا مصر دائما في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها لكم مني جميعا صادق تقديري واحترامي واعتزازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الكلمة كده خلست لكن اسمحوا لي أن أكلمكم كلام من القلب لكم مني كل التقدير والاحترام واسمحوا لي أن أوجه لفخامة رئيس عدل منصور كل التحية وكل التقدير والاحترام اللي كانت مشاركته ومساهمته وخياته للدولة في وقت من أصعب الأوات اللي مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين ومني أنا شخصيا احتراما له وتقديرا له واعتزازا بمكانته ومكانة القضاء دي النقطة الأولانية النقطة التانية أنا بوجه لكم جميعا الاحترام والتقدير وده نابع عن يعني مسيرة أنا مش بعيد عنكم يعني لأن يعني كان ليه الشرف أني شقيقي يبقى ضمن ضمن عضاء القضاء فتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المصار اللي بتتطلب العدالة في مصر ده من بدر قوي ده من 40 سنة ولا أكتر وبالتالي كان يعني لما توليت المسؤولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في شؤونه ده كلام مش مش بنقوله في إطار السياسة لا بالمناسبة أنا قلت كذا مرة وكل ما بلتقي مع الأعضاء وبلتقي بهم فقط في المناسبات الرسمية يعني في حال في يمين أو في المجلس أو في هذا الإطار لكن غير كده ويشهد الله على ذلك عدم التدخل ده قعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها وأنا بقول لهم الكلمة دية بقول لهم يعني بغض النظر بقى يعني أنتم مش هتسمحوا لأساسا أن أنا تدخل وانا هحترم ده لكن أنا هحترم ده آه صحيح لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملوا المسئولية أمام الله في أحكامكم أنا دوري ما ليش دور في المكان ده خالص دور هنا للقضاء تبقى للقانون ودولة القانون بقضائها وبقوانينها وبتنفيذه فكل الدعم كل التقدير كل الاحترام لكم كل الدعم كل التقدير كل الاحترام لكم مش هتطيل عليكم كل عام أنتم طيبين ودايما القضاء في مصر شامخ بكم مرتفع رأيته بكم قادر بكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا